اشتركوا في القناة 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 والله يا مولانا ما حدا دزني بس شو رأيكم ببنت الصدر الاعظم ما بدي لا عتبة ولا صدر ما بدي عشرة المسؤولين اريح لي ولما نصيبي بينفتح بعد الصبر بنت حلوة من شعبي الله بيبعتلي تع تع بدي ضيفك زبدية سحلب حاجة حكي سياسة بس قبل كل شي بدي اشرب قاسفين ضايع الطاصة شو هادل لي عم بسمعوا بق制 صف الليالي كأنه صوت معزايا حدا بيربي معزة بين الأهالي أما هي حكاية شو جنيت حتى تقول بعزايا هذا صوت جارتنا الأرملة مو من جمعتين حضرت التعزايا على جوزة اللي دعستو المتحلة أصدق جارتنا ميمونة إيه طبعا فعلا هالمخلوقة مجنونة يعني بالبكة بدا تقضي الليالي إيه والله ظنيت هالصوت لعنزة ملعونة من كتر مجعيرة عالي إيه نعم هلأ نعم ديروا الشكل هداك الجنوب طار النوم من عيني يا مدام منين بدي يجيبه بعد ما هرب قاما بيربي على هالقصة الظاهر ما رح يقدرناه بعلها الصورة معقولة ميمونة ساوي بالحارة جرصة كأنه ما حدا يمتلوا ميت غيرها حلو كتير وهي شو اسمها؟ هي أصالة رائحة أصالة لاتنين حلوين رواية عربية أصلية مو مت الباتبعات المبشر ريحة أ vocêsxit ها 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 نعم عن ايش كنا نحكي؟ عن ميمونة ايه عن ميمونة قسما بالله زعلت عليها المسكينة و الله يصبر قلبها يغطي يعني لو ما تكون مأهورة وحزينة ما كانت صرعة أهل الحي وشو بيشتغل جوزة؟ هذا جوزة كان يشتغل بأسرك بالشاكوش والبسماء وهي الطربيزة يا مبلانا منشغله لهذا النجار أصبح الله يرضو عليك يا أسعد بعتوله أكله وشربه مونة لأنه بيجوز بعد موت جوزة تشعد شو قلت اللي اسمها؟ ميمونة بعتوله مونة تكفيها سنة وقلوله هاي من الوالي صدقه وحسنة تسلم تسلم يا مولانا على قلبك الكبير وتشكر يا سيدنا على حسن التدبيع بتحية ست ميمونة جاي بيلك من حد الوالي مونة ليش عم ما تدقوا علي يا بابي أنا حال فيما أفتح لأعز صحابي بس لما سمعت اسم الوالي امت فتحت الباب لحالي مولانا باعتلك معونة رز وحمص وزيتون وباعتلك كمان للمونة طحين وسمني وكمون قلو للوالي شكرا يقبر قلبي ويقبشني والكرم معروف عنه أصلا وما في شي جديد يدهشني العمى بقلبك على هالجواب جوابك آسي بيخجي فتحيلي لألك هالباب حتى فوت البضاعة مستعجيل صدق الله العظيم استغفر الله العظيم العامة يضربك على هالوقاحة معقول الوالي يطمرك بالأكل والشرب وانتي عاملة ردادة ونواحة ونازل لطم وندب شو الحكي يا وزير اسعاد ميمونة لساتة عم تبكي وتشعر المسكينة بيكون حيلة نهد لأنه صر لعلى الحالة قد تشعر والله يا مولانا لساتة على حالة ومعونتك ما أثرت فيها لأ والمنظومة معم يحلالة تبكي إلا بالليل والنوم مجافية طيب شو بدي أعمل حتى واسيها وخليها تنسى المرحوم لأنه منواج بعزيها والموت علينا محتوم يا مولانا والله ما أثرته وبعدتول اللي فيه نصيب أسهوة على هو ما فهمته ممسد أفراء الحبيب طيب ليكوننا قصة عملة وعينها من الأكل شبعانة ولها سبب رح ابعت لعلبة بالجواهر مليانة بقى يا أسعد جمع لسندوق هدايا وشوية ذهب وفضة وكتر لها من التحف والعطايا ووصل لهم لبيتها حتى تسكت وترضى حاضر يا مولانا حاضر موسيقى 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 يا حاشي تدقوا على باب صائي ضروري تنزعوا لي ملايب يا ميمونيا لازم تفتحي مولانا باعتلك هدية شو هدية اللي بايدك أكيد هالشغلة من سيدك هدوء الهدايا هو مبلغ نقضي خصوصي مرسلة من جنابه ايه والله ما صحت لشدي انك تعيشي على حسابه موسيقى كتر خيره لهالوالي الانسان هو الوحيد اللي حاسس فيني بالحارة لانه بصراحة كل الجيران عم يتهموني بالجقارة يعني ان شاء الله هلأ انبسطتي والحزن ولا مو كتير يا حضرة الشرطة دماتي لسه تعم تنزل على مهلة غريب شلون ما في خواص لكن شو بده هالدرساني صحيح فيه بالدنيا اخلاص بس مو متل اخلاص هالحيواني فعلا امر غريب وطبع عاجب طيب خليني فكر واستوعبه والانسان بيسعفه تفكيره بركي البيت اللي توفى فيه جوزة مكركبة ومشان تنسى لازم تنتقل لغيره معقول الامر يكون هيك ما في غير هيك ولها سبب بدي منك تشتروا لها الانسانة بيت صغير بالبستان بركي بتنسى جوزة والمقبرة والجبانة لانه ذكرى الحزينة بتتعيب الانسان يا مولانا لكم الشور وعلينا الطاعة والبيت بالكتير لكتير بيكون جاهز بعد ساعة عم يسأل مولانا ان شاء الله مبسطي بالسكني نيح منه ياللي ما بي انسانه بس مو بيدي دمعتي لستاته صخني ايه ورصاص يرص كرص العمى شو بدك احسن من هيك لكان ان شاء الله الابر على جوزك يعص والحمى تسنق بدنك اشكال والوان انا عم يخطر لي يا اسعد خاطر يمكن ما خطر لك متله بالذات بركي ميمونة الى خاطر تتنعم بالملزات عفوا مولانا شو قلته؟ يلي بقصده برقي عانن على بال الجازي وميمونة صغيرة يوجمالة مثالي والجوز الا ما يلتقاله عازي خاصة بانصاف الليالي لقوا المرحوم اخد اجازة ابدية بالابر وبعيد من قبالي شو المعنى يا مولانا شو المعنى؟ يعني انا عندي كم شاب عم بيحوسوا بأصري والشاب لما بيهب لازم تجوزوا فوري بقى اخدلك اربع شباب من القصر من يلي مأهلين للجواز وخليون يزوروها ببيتها بعض الظهر وهي بتنقش وبتعتاز بس يا سيدنا خلاص يا وزير لازم نستر هالمخلوقة بعدين مع الايام بتصير يا فلتانية مجلوقة بالله موافو هون تبتريدوا كل واحد يشج اسموا وكل شاب يرفع عيدوا لما بيسمع اسموا موسيقى 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 هاي الشباب قدامك يا ست ميمونة وإن شاء الله يكون واحد منه الخطيبك بعد تأمليون وفكري على ركوني والله يجعل واحد منه النصيبك هيك مولانا أمر وبعتلك شباب مثل الأمر أنا ما بدي تجوز بعد جوزي كل الشباب بعد وسخفا وإن شفتوني عم فكر بغير جوزي إن شاء الله من الحياة انهفا ايو شو ساوي هلا ضبها الشباب وخدهم من وشي معك وقلوا لمولانا الوالي ميمونة بتقلك الله يديمك ما أروعك يلا يا شباب ما في نصيبك رجعوا القصر بسرعة الوالي حبي طعميكم جوز بسبيل بس ما صبتت معنا نصبع العم على هالقصة معقولة هي ميمونة ليش هيك عم تخبص بالفصة وحابة تظهر قدامنا مجنونة يا سيدنا النسوان اللي اغزم حير ما بيحلوا بليس وقد ما حاولنا نفهمون منلاقي حالنا طلطميس شو هالعلاك الفاضي هاد ميمونة عم تزعج الحارة وعم تتحكم براحة العباد بالجعير ودموع والجقارة وشو بتريدونا نعمل يا مولانا؟ بس وينك متل هالوفاء النادر لا شفته ولاسمعت عنه ولا دار بالخاطر فعلا وفاء أسطورة فعلا بس الحق على جواز المرحوم انه شلوني بيدركها هيكي وبيرتحهم واحدة وفية زيادة عن اللزوم اذا تركت لحالة بتنظلم المهم هلأ بعتولة خبر اني جاي زورة بنفسي بركي بتسكت وبتكن ورح عزيه وقانسه بانسي وقال له بالقفل بتجن وصل مولانا الوالي مرحبا يا ميموني ليش وشق أصفر متل ليموني؟ مين زاير نباري؟ والله ما ليم صدق عيوني معقولة عطرو بوجود كل نهاري دخلكن يا ناسو قرصوني تفضل مولانا الوالي تفضل يا ميموني نحن سمعنا قصتك وتعاطفنا مع الموضوع وبتمنى تقابليني على نصتك وتخلصينا بقى من ها الدموع ولك ليش عم تبكي يا مجنوني؟ هاي أمر تحجابي يساعدوكي وأمر نالك بالمصاري والهدايا والموني ومن الأمح بعتلك تنبر سوزوكي وحتى ما تاخدك الأفكار الملعونة بعتلك أحلى شباب يتجوزوكي ولك حاجة تبكي وتقطعيلي قلبي أنا قدام بكي النسوان تشتوش عملت المستحيل حتى أرضي ضميري وربي وفوق هالشي كل جهدي يطلع فافوش طيب وينك؟ اسمعيني منيح تسلم لي عينيك سمعتك سمعتك مولانا؟ شو رأيك فيني أنا؟ تتجوزيني يا قطة؟ ولا مو هذا يوم المونى وما بدك تحتكي بالسلطة؟ انت يا مولانا؟ اتجوز حضرتك أنا؟ سمعتك يخلصاتك عم تبكي؟ فعلاً اتجاوزت لحد اي شو هالرجال اللي بين بكى عليه كل هالآن؟ شلون ما بدك يعنيup كي علي وطلحقلي وهو يلي وصلني لجناب الوالي يلي راح يكون قدام ربي وقدام الناس أبو ريالي